طيب خلينا نروح لكابتن سيد عبد الحفيز بيو طالب بطي صفحة مباراة الذهاب أمام الترجي والكلام ده أنا قلته لحضراتكو دائما خلال أربعة يام الناس عملت قولي يا عم إسلام تعملت تتكى قوي في النقطة دي ليه أنا أنا آسف جدا يعني ولكن أنت تلعب كرة قدم فبتدي خبرات معينة من الخبرات اللي اللي واحد شافها أنا يعني المباراة اللي جاية أنا عايز لعبة النادي الأهلي تبقى 100% من مستواها و100% تركيز في المباراة ويكسبوا المباراة فالواحد شاف حاجات كتيرة جدا في كرة القدم سدقون يا جماعة فريق الترجي فريق ممكن فنية نتكلم زي ما احنا عايزين وده يقول لا وده يقول آه ولكن الفرق الكبيرة دي دايما بتبقى ليها قومة قومتها بتبقى قوية جدا عايزين الترجي يقوم طبعا وكل حاجة لكن بعيد عن النادي الأهلي لعبة النادي الأهلي لو مركزها 100% مع مديرهم الفني ومع خطة المدير الفني اللي هيحطها ومع التشكيل ان شاء الله نكسب اي حد اي حد نكسبه فعشان كده أنا نفسي اللعبة وهو ده اللي بيحصل وهو ده اللي احنا بنشوفه خلال زياراتنا للنادي خلال الفترة السابقة اللعبة بتعملش حاجة غير ان هي مركزة في الملعب فقط عايزة تكسب المطش ده بأي طريقة عايزة تصل للدور النهائي وبعد كده يحلها ألف حالات نبقى نتكلم بقى عن الدور النهائي في وقتها ولكن اعدي ان شاء الله مباراة يوم السابق القادم وانا شايف الوعي الجماهيري الحقيقة حاجة رائعة حاجة رائعة الحقيقة على السوشيال ميديا الناس كلام بتقول هنساندكو وحنفضل وراكو حتى لو من خلال السوشيال ميديا وكل الكلام ده انا سعيد جدا جدا بردود افعال جمهور النادي الأهلي على لعبتهم وعلى فريقهم وعلى قناتهم وعلى كل حاجة الحقيقة سعيد جدا جدا بما يتم تقديمه الجمهور ده هو الملهم لنا الملهم لنا في كل حاجة سواء كلعيب او كواحد واقف هنا أمام الشاشة اننا بالنسبة لي الجمهور هو الملهم الجمهور هو اللي دايما بيلهم الانسان وهو بيتكلم او اللعيب هو بيلعب في الملعب الباكرايت بما اني كنت ملعب باكرايت يعني واقرب واحد للجمهور لما كان الجمهور بيزعى او بيعمل او بينتقد الاداء كنت انا اول واحد بسمع فكنت بموت نفسي اكتر وبنقل ده للعابين اللي جوه الملعب فالجمهور النادي الاهلي جمهور ملهم فعشان كده انا متأكد ان هم خلال الفترة اللي جاي لتلات اربعة ايام مش عايزين نفكر في اي حاجة ولا عايزين نروح لهنا ولا هنا ولا هنا عايزين نفكر في ان شاء الله ان احنا نساند الفريق وحتى لو على السوشال ميديا على السوشال ميديا ده كل اللاعب بيبقى ماسك تليفون وبيفتح وبيقرأ ساند فريقك على السوشال ميديا علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم السبت وبعد كده نفكر في اللي جاي نفكر في الدوري نفكر في الكاس لو ربنا كرمنا وصعدنا نفكر في المباراة النهائية وحنلاعب مين ومش هنلاعب مين والكلام ده كله فالكابتن سيد عبدالحفيز طالب اللاعبين بطي صفحة مباراة الذهاب امام الترجي مسماني بيعقد محاضرة لللاعبين بالفيديو والنهاردة انا الحقيقة برضو حوري لحضراتكم عشان نعيش في الجو مع بعض علشان نعيش في الجو مع بعض ان شاء الله حقول لحضراتكم عندي تأرير هام جدا حوري لحضراتكم ولكن زي ما حضراتكم شايفين مسماني دائما بتكلم مع اللاعبين في محاضرة فنية بيتكلم مع مسماني مع اللاعبين بكل شيء كابتن سيد عبدالحفيز زي ما حضراتكم شايفين خدوا بالحضراتكم بصوا للوشوش بصوا للوشوش اللاعبة ممكن تلاقيه بيتحك وبيهزر بس مراك وحضراتكم تعرفوا اكتر مني الكلام ده بص الرجل مركز في ايه بيبص للصابورة اللي في ايديه وبيبص لللعبة اللي حواليه بيتكلم مع ده وبيقول لده اعمل كذا وحنعمل النهاردة في التمرين كذا هو ده اللي احنا عايزينه هو ده التركيب اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يكون النادي الأهلي مستعد تماماً إن شاء الله أنه يلعب هذه المباراة دايماً على فكرة دايماً أنا بقول لحضراتكم الكلمة دي ودايماً حضراتكم بتبقوا مسندين في هذا الموضوع إحنا عايزين فريقنا يلعب أفضل حاجة يوم السبت يعمل كل حاجة النتيجة دي محدش عرفها محدش عارف النتيجة إيه اللي هيحصل يوم السبت فعشان كده عايزين فريقنا يبقى دايماً جاهز يبقى دايماً مركز يبقى دايماً بيفكر في كيفية المكسب في المباراة القادمة